بسم الله الرحمن الرحيم وإمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له ولأمته الإسلام دينا فبلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أيها الإخوة في الله هذا هو الدرس الثالث في بيان التوحيد في الحج من هذه الدورة المباركة في بيان أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة لهذا العام إثنان وأربعون بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج والعمار وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا أيها الإخوة في الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقد قال عليه الصلاة والسلام في المشهد العظيم على صعيد عرفات في يوم عرفة في حجة الوداع وهو يخطب الناس وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قال الصحابة رضي الله عنهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ونحن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة ولذلك كان فرض الحج هو إفراد الله تعالى بالعبادة وأساس الحج ولبه وجوهره وتوحيد المولى عز وجل وإفراده بالألوهية والعبودية ولذا قال تعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بعد أن ذكر فرض الحج فذكر اسم الله تعالى تخليص من الشرك ومن الذبح لغير الله تعالى ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فذكر اسم الله وفيه هنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وعقيدة التوحيد هي التي بعث الله تعالى بها رسله وأنزل كتبه وأوجبها على جميع خلقه من الجن والإنس كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال تعالى في بيان العبادة وأنه هو المستحق لها وحده وأنها هي ما بعث الله تعالى بها النبيين قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني فرض وعمر ووصى بأن لا يعبد إلا هو وحده وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل رسول جاء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها وكل المكلفين من الخلق أمروا بهذه العقيدة وإن ما كان هذا شأنه وأهميته لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل شيء خصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها ومعنى ذلك أن من أفلت يده من هذه العقيدة فإنه يكون متمسكا بالأوهام والباطل فماذا بعد الحق إلا الضلال فما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وبالتالي يكون مصيره والعياذ بالله إلى النار وبئس القرار ومعنى العقيدة هو ما يصدقه العبد ويدين به فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة سليمة تحصل بها النجاة من عذاب الله وتحصل بها السعادة في الدنيا والآخرة وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابها والعياذ بالله العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليهما وانتهاكهما بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه الإمام مسلم في صحيحه والعقيدة أيضا السليمة هي التي تنجي من عذاب الله يوم القيامة فقد روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله والعقيدة الصحيحة السليمة يكفر الله عز وجل بها الخطايا ويمحو بها السيئات فقد روى الترمذي حديثا حسنه عن عنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بملء الأرض قراب الأرض يعني ملئها لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وقراب الأرض هو ملئها أو ما يقارب ملئها فشرط حصول هذه المغفرة سلامة العقيدة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ومن كان كذلك فهو صاحب القلب السليم الذي قال الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال العلامة بن القيم رحمه الله في معنى حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بن القيم ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة لقي ربه بقراب الأرض خطايا أتاه الله بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده لأن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي انتهى كلام بن القيم رحمه الله فالعقيدة السليمة تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وعلى العكس من ذلك العقيدة الفاسدة والعياذ بالله تحبط جميع الأعمال قال تعالى حبوط العمل لا شك أنه فساده والعياذ بالله ورده وعدم قبوله ولذلك قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالعقيدة الفاسدة والعياذ بالله الفاسدة بالشرك تحرم وتحرم من الجنة والمغفرة تحرم من الجنة والمغفرة وتوجب العذاب والخلود في النار قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال الله عز وجل في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهذا يبين خطر الشرك والعياذ بالله وأنه مفسد ومحبط للأعمال وأن من مات على الشرك فإن الله حرم عليه الجنة وكان مأواه النار والعياذ بالله وخسر الخسران المبين أما من مات على العقيدة السليمة فإنه يكون من الفائزين الناجين برضوان الله عز وجل وجناته وبالتالي فالعقيدة السليمة لها آثار طيبة في قلوب العباد ومن ذلك سواء كان السلوك الاجتماعي أو النظام العمراني فهناك كما ضرب الله عز وجل في القرآن هناك فريقان أخبر الله عز وجل كل منهما بنى مسجدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق بنى مسجده بنية صالحة وعقيدة خالصة لله عز وجل وفريق بنى مسجده لهدف سيء وعقيدة فاسدة فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى ونهاه أن يصلي في المسجد الذي أسس على الكفر والمقاصد السيئة كما قال عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ولذلك يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا شك أن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا فلم يكونوا يبدأون بشيء قبل العقيدة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كانت دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواء واجتناب الطاغوت وكان كل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ولذلك يجب على كل من عرف هذه العقيدة وعمل بها ألا يكتصر على نفسه بل يدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هي الأساس والمنطلق فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات أو ترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال فإذا صحت العقيدة صح العمل وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها كما سبق وإن ذكرنا من الآيات أن الله عز وجل يقول عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهي لا تقبل منه ولا يثاب عليها ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه فالعقيدة هي أساس قبول الأعمال ولهذا كان الرسل عليهم السلام يهتمون بها قبل كل شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاة إلى الآفاق يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ففي هذا الحديث الشريف من استقراء دعوة الرسل في القرآن ومن استقراء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهج الدعوة إلى الله عز وجل وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما هو معنى لا إله إلا الله ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أشرة سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام قبل أن يأمر الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وهذا يدل على أهمية العقيدة وأنها هي أساس الأعمال ولذلك فإن الله عز وجل قال في فرض الحج ونحن نتكلم عن الحج وعن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد في الحج من خلال أداء مناسك الحج وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم والله عز وجل قال في كتابه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله فالله تعالى لا تخفى عليه خافية فأي خير يفعله الحاج فإن الله تعالى عالم به وهذا يدل على شمول علمه تبارك وتعالى وأن الله عز وجل علم الأشياء قبل كونها وعلم الأشياء تبارك وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض فهي في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وهذا يدل على علم الله عز وجل وأنه تبارك وتعالى هو العليم الخبير وأنه تعالى عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء قال عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله فالله تعالى لا تخفى عليه خافية فأي خير يفعله الحاج فإن الله تعالى عليم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة ولذلك قال بعدها ثم قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وروا الإمام بن جرير وابن مردويه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا بالدقيق والسويق والكعك ونحوها وله شاهد في الصحيح وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله قال فتزودوا الدقيق والسويق ثم قال عز وجل فإن خير الزاد التقوى قال الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لما أمرهم الله عز وجل بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال الله تعالى وريشاً ولباس التقوى ذلك خير فإن الله عز وجل لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع ولباس التقوى ذلك خير ثم قال عز وجل واتقوني يا أولي الألباب يعني اتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول اتقوا عذابي واتقوا مخالفة أمري ثم قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ويلاحظ قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الظلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم تبارك وتعالى في القلب واللسان ففيها تعظيم لله عز وجل وذلك بالإكثار من ذكره بالتكبير والتهليل في المشاعر وعند أداء المناسك ذكرا لله عز وجل بالقلب وذكرا لله عز وجل باللسان فإذا تواطأ القلب واللسان فهذا أعلى درجات الذكر قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل في تفسيره لهذه الآيات قال ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر الله تعالى عند الفراغ منها باستغفاره عز وجل والإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها وذكر الله عز وجل شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كل ما فرغ من عباده أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقت ورد العمل لأنه يمن بها على الله عز وجل ويعتقد أن له محلا ومنزلة رفيعة ويتعالى بها فهذا والعياذ بالله حقيق بالمقت ورد العمل كما أن الأول المخلص في عمله حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر ثم أخبر تعالى بعد هذه الآيات في بيان مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فالذكر من التلبية والتكبير والتهليل هي شعار الحج دائما تعظيما لله تعالى وإفرادا له بالعبودية والألوهية ثم أخبر الله عز وجل بعد ذلك عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف فمنهم من يقول يعني بعد أن ذكر الله مناسك الحج والإفاضة من عرفات والمبيت في مزدلفة وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام قال بعد ذلك قال الله عز وجل مبينا عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصد الخلق تختلف فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أن يسأل الله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عن الآخرة وقصر همته على الدنيا والعياذ بالله فهذا نظره قاصر وهذا هو المحروم الذي لا يسأل ربه إلا مطالب الدنيا فقط ولا يطلبه مطالب الآخرة فهذا والعياذ بالله محروم من رضوان الله عز وجل وجنته ومغفرته ولكن الله عز وجل قد يعجل له ما طلبه في الدنيا أما من وفقه الله فيدعو ربه لمصلحة الدارين الدنيا والآخرة ويفتقر إلى الله عز وجل في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائر بين العدل والفضل يحمد عليها أكمل حمد وأتمه وفي هذه الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الكريم الجواد يجيب دعوة كل داع سواء كان مسلما أو كافرا أو فاسقا ولكن ليست إجابة دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنة المطلوبة في الدنيا يعني المراد بالحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من عافية ورزق هني واسع حلال وزوجة صالحة يعني وولد تقر به عينه وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من الطالب المحبوبة والمباحة أما حسنة الآخرة فهي السلامة من العقوبات في القبر والموقف العظيم يوم القيامة والنار وعذابها وحصول رضا الله عز وجل والأمن من الفزع الأكبر في عرصات القيامة وتيسير الحساب كما قال تعالى فسوف نحاسبه الله عز وجل حسابا يسيرا ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير قال ذلك العرض يعني العرض يوم القيامة أما المؤمن فإن الله عز وجل يكرمه بحصول رضاه عنه والأمن من الفزع الأكبر في عرصات القيامة وتيسير الحساب والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فعلى العبد أن يكثر من هذا الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة في الصلاة والطواف وقد شرع هذا الدعاء في الطواف بين الركنين اليماني والحجر الأسود في ختام كل شوط من أشواط الطواف سواء كان طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع في أي طواف فإن العبد بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت وعلى المسلمين أن يدعو بهذا الدعاء في كل حين وفي كل آن في الصلاة وبعد التشهد الأخير وفي السجود وفي أوقات الإجابة لأنه دعاء يجمع بين خيري الدنيا والآخرة ثم قال الله عز وجل بعد ذلك واذكروا الله في أيام معدودات والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وذلك لمزيتها وشرفها وكون بقية المناسك تفعل فيها ولكون الناس أضيافا لله فيها ولهذا حرم صيام أيام التشريق لأنها أيام ذكر وأكل وشرب وذكر لله عز وجل وللذكر فيها مزية ليست لغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند الجمار وعند الذبح والذكر المقيد عقب الفرائض كما قال الشيخ السعدي رحمه الله بل قال نقل بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر الأول من شهر ذي الحجة وهو التكبير المطلق قال يقال أيضا في أيام التشريق وهذا القول له وجه من الصواب كما قال الشيخ رحمه الله عز وجل ونعلم أن أهل مكة والذين أتوا من الآفاق يحرمون في اليوم الثامن من مكة بعدما طافوا طواف القدوم وسعوا منهم المتمتع والقارن والمفرد فالقارن محرم والمفرد كذلك محرم بإحرامه لكن المتمتع الذي أتى بعمرة ثم أحرم بالحج فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى ميناء فيحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية من منازلهم في مكة ثم يذهبون إلى ميناء فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك وكذا غيرهم من أهل مكة وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فقفهم باقون على إحرامهم ومن كان نازلا في ميناء قبل اليوم الثامن يحرم في ميناء ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها فليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج ولا أن يقدموا سعي الحج بل يكونوا إتيانهم به بعد طواف الإفاضة لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك بل أحرموا وذهبوا إلى ميناء والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام وقد روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بميناء ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا يعني لم يقل لأهل مكة والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة أنه أمر أهل مكة أهل مكة أمرهم بالإتمام كما رواه الإمام أبو داود هذا الحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة لأهل مكة بالإتمام هذا حديث ضعيف لا يحتج به وقصر أهل مكة وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع أما من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين له أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته ويدل لذلك ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت قبل ذلك قارنة كما رواه الإمام البخاري وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة ويكون عليه في تركه فدية وهي شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولهذا يستحب الذهاب من منا إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا رافعا صوته بالتكبير والتلبية وهي شعار التوحيد وشعار الحج لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا إلى عرفات من الملبي ومن المكبر ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما وإذا وصل الحاج إلى عرفة نزل بها وعليه أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة في داخل الأميال وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت بحدود عرفة لأن الوقوف بعرفة ركن الحج لا يتم الحج إلا به وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ويبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه قال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فواه الإمام أبو داود وغيره بإسناد صحيح ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه على ذلك ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبل كما في حديث جابر الطويل الذي رواه الإمام مسلم ويصل الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله عنه ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اكتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم والأفضل للحجاج بعرفة اكتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا كما جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه وهو أفضل يوم يصام تطوعا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه الإمام مسلم وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم من ذكر الله عز وجل وتكبيره وتهليله ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفات والذهاب إلى الجبل المسمى بجبل الرحمة وصعوده لأنه لم يأتي دليل على ذلك والوقوف بعرفة أعظم ملتقا للمسلمين في عباداتهم فيتذكر المسلم في هذا الموقف العظيم اجتماع الخلاعق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة وقد ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه الإمام المسلم عن عائشة رضي الله عنها وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم كما سبق ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث حسن لغيره كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة ورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى كما رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح وليس للدعاء بعرفة دعاء مخصوص بل يذكر الحاج ربه ويدعو ويلبي في هذا اليوم العظيم فيكثر من الدعاء والتلبية وقراءة القرآن وينبغي له أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما جاء فيهما أن ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية الواردة فيها البركة والخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفيها من العصمة من الزلل والخلل وقد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو بها في وقوفه بعرفة وفي مزدلفة وسعيه وسائر أحواله في حجه وتنقله بين المناسك ويدعو بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا وأما الركوع فإن العبد يعظم الله تبارك وتعالى وأما السجود فيجتهد فيه بالدعاء عليه أن يجتهد في السجود بالدعاء وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد عنه الاجتهاد في السجود فقمن أن يستجاب لكم يعني قريب وحري أن يستجاب للعبد في هذا الموقف في سجوده وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صفة التشهد وفي آخره فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به كما رواه الإمام البخاري ومسلم وقد قال الإمام أبو داود في سننه في الدعاء عقب الحديث يعني الإمام أبو داود رحمه الله قال في باب الدعاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عقب الحديث روى قول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أنه قال يعجبني في الفريضة يعني يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه بل هو دعاء فإن من قال في سجوده رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أو قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا فإن هذا من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج والعمار أداءهم لنسكهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول اللهم نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها وقيادتها وأن يجزي القائمين على خدمة الحجاج والعمار أن يجزيهم خير الجزاء وعلى ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات وأن يجعلها في موازينهم الصالحة وأسأله عز وجل أن يوفق القائمين على خدمة الحجاج والعمار والزوار في الحرمين الشريفين أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازينهم الصالحة ونسأله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل منهم دعاءهم وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته